بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في إرشاد زوال احتاجات الخاصة وأسرهم معكم إن شاء الله الدكتور يوسف محمد عيد أستاذ التربية الخاصة المشارك بكسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة الملك خالد وإن شاء الله يعني عندنا رائع الفصول اللي هنقدمها في إرشاد زوال احتاجات الخاصة وأسرهم أول فصل الفصل الأول بيتحدث عن الإرشاد النفسي وزوي الإحتياجات الخاصة وطي يعتبر كمقدمة عن الإرشاد النفس وعن زوي الإحتياجات الخاصة والفصل الثاني برامج الإرشاد النفسي لزوي الإحتياجات الخاصة والفصل الثالث طرق الإرشاد النفسي أما الفصل الرابع فهو عن الإرشاد الأسري وهننتقل بعد ذلك من الفصل الخامس إلى بعض الفصول التي تهتم بزوي الإحتياجات الخاصة ونبدأ بالفصل الخامس إرشاد زو الإعاقة العقلية وأسرهم والفصل السادس إرشاد زو صعبات التعلم وأسرهم والفصل السابع إرشاد زو الإعاقة البصرية وأسرهم والفصل الثامن خاص بإرشاد بقى المرهوبين والمتفرقين وأسرهم في البداية نتعرف على الإرشاد النفسي فهم من الموضوعات التي تقدم للبشرية محتوى علمي تطبيقي للتعرف على الذات ونقاط القوة والضعف التي تشكل شخصية الفرن الفرد وده طبعا من النقاط المهمة في الإرشاد النفس الإرشاد النفسي أنا بشوف أنه مش فقط لغير موضوع نظري أو دراسة نظرية له مفيد في الحياة بشكل عملي لأن كل شخص فينا إذا تعرف على نقاط القوة تعرف على ذاته وتعرف على نقاط القوة والضعف التي يختص بها فده بيعطيه نظرة عامة عن نفسه وفكرة عن نفسه ويستطيع أن يتعامل مع مشكلاته فهنا بعد كده كمان فيه تحديد للمشكلات تحديد للمشكلات التي من الدور التعامل معها حتى يعيش الفرد حالة من السواء النفسي وده مهمة الإرشاد النفس أن نصل بالشخص أو بالإنسان إلى حالة من السواء النفسي الذي يستطيع أن يعيش به الفرد داخل المجتمع بصورة سوية وبشكل إيه بشكل ناجح في أثناء التفاعلات الاجتماعية طب بالنسبة لزول احتياجات الخاصة ته ده شيء أساسي وضرورة أساسية زول احتياجات الخاصة لديهم مشكلات بيعانوا منها فهو ضرورة أساسية لتحسين مستوى المهارات الحياتية المهارات الحياتية لهذه الفئة من زول احتياجات الخاصة وأسرين بجميع أفرادها مش بس بقى لولي الأمر لا تجميع أفراد الأسرة التي تتعامل مع الطفل من زول احتياجات الخاصة وكمان نحاول ان احنا نحل المشكلات ونضع حلول للمشكلات الخاصة بزاول احتاجات الخاصة واقسا بها طيب تعرف الارشاد النفسي الارشاد النفسي هو الخدمات التي يقدم اقتصاصيون فعلا من نفس الارشاد يبقى مجموعة خدمات مجموعة خدمات الجماعة قائمة على دراسة السلوك الانساني دراسة السلوك الانساني خلال مواحل النمو المختلفة للفرد مش بس مرحلة واحدة مرحلة الطفولة او ما لا المواحل المختلفة لنمو الفرد وتقدم الخدمات لتؤكد الجانب الايجابي لشخصية المستوش المستوش الده اللي هو عندنا الطفل اللي هو زاو الاعاقة اللي هو عندنا الحالة فبنؤكد على الجانب الايجابي كل شخص فينا لديه جانب ايجابي في شخصيته اللي هي نقاطه القوة اللي موجودة وكمان واستقلاله لتحقيق ذاته لديه رغبة في استقلاله وتحقيق ذاته ويهدف إلى تنمية قدرة المستوشد على اتخاذ القرار الإرشاد يعني احنا بنساعده على أنه يتخذ القرار يتعرف على نفسه ونحاول أن نقدم له بعض الإرشادات اللي تساعده على اتخاذ القرار السليم والتعرف على ذاته والمساعدة في الوصول إلى حلول المشكلات التي يعاني منها في المراحلة الأمورية المختلفة والمجالات الحياتية المختلفة الدكتور حامد زهران طبعا وهو من مؤسس الإرشاد النفس في العالم العربي له تعريف خاص بالإرشاد النفس ويقول أنه عملية واعية مستمرة مخططة الإرشاد النفس عملية واعية ومستمرة ومخططة وذات التخطيط ليست بعملية فرضوية نعمل تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يعرف نفسه أن الإنسان ده يعرف نفسه ويفهم ذاته ويدرس شخصياته جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعليا يعني بجميع المجالات الخاصة بالشخصية ويفهم خبراته ويحدد مشكلاته كمان هيحدد مشكلاته وحاجاته ويعرف الفرص المتاحلة وأن يستخدم وينمي ويساعد على تحسين ذاته إلى أقصى حد ممكن مستطاع وده كمان أثناء أنه يحدد اختياراته ويتخذ قراراته في حل مشكلاته بنفسه فضوء معرفته بذاته كل ده بيساعد هذا الفرد على حل مشكلاته والتغلب على المشكلات التي يواجهها خلال مواحل حياته المختلفة اشتركوا في القناة